إذا ممكن أسألك سؤال سريع دكتور بولوس حول ما يسمى الأصفار المحزوفة يعني حتى عندنا المسيحين يعني شو جوابك أو شو تعليقك على هذا الموضوع الأصفار المحزوفة دي أصفار لها صفات معينة وهذه الأصفار ما قدرش أقول إنها كلمة المحزوفة اسم غير صحيح لأنها لم تكن موجودة وحظفت لا هي باستخدم الأصفار القانونية الثانية وفي نفس الوقت الأصفار القانونية كلها موجودة مع بعضها خليني أرجع مرة تاني للتاريخ الأصفار دي عبارة عن هم كم سفر زي اسمهم واحد زي اسمه يشوع بن سراخ يهودات تتمة استير طبية نشيد الفتيان الثلاثة السوسنة بال والتنين المكابين الأول والتاني غالبا هم دول الأصفار اللي إحنا بنتكلم عنهم والأصفار دول المفروض أنهما كتبوا قبل المسيح يعني في وقت العهد الأديم والأصفار دي اكتشفها القديس جيروم في القرن الرابع الميلادي وسمها أصفار الأبوكريفا الأبوكريفا معناها الأصفار المخبأة والأصفار دي كلها من أصل يهودي اليهود نفسهم مش المسيحيين اليهود هم اللي رفضوا هذه الأصفار أنها تضم إلى أصفار العهد القديم الأصفار القانونية الأصفار القانونية هي أصفار التسعة وتلاتين سفر بتوقع العهد القديم علشان كده دي لا تسمى أصفار القانونية الثانية أو الأصفار المحزوفة لأنه اليهود لم يدركوها لم يعلنوا أي قانونية لها لأنها لم تكن أولا جزء من الكتاب المقدس العبري والله هو اللي ائتمن اليهود من الذي يقرر إن كانت تضم أو لا للعهد الأديم؟ اليهود لأن الله ائتمن اليهود على كلمته المقدسة اللي هي العهد الأديم يقول الكتاب كده هو إذن في رسالة روميا صاح 3 عدد 1 و 2 إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله علشان كده اليهود عندما يقرروا أن هذه ليست قانونية فهي ليست قانونية